السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لما معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيردي ذات قناة اللي غادي نتكلمو على منشيستر سيتي يستعد لمغادرة رياض محرز وان حسب بينشبور فان هناك مفاوضات متقدمة بين إدارة باريس ان جرمان ومنشيستر سيتي في خصوص رياض قضية رياض محرز يعني وشنا كيفاش واحد الموقع نتكلم باللي رياض محرز ما هوش متحمس لنقوله ما هوش متحمس كي ما نقوله احنا يا ذهاب لمنشيستر سيتي والله واعلم كي ما يقولك الله واعلم لديك من جموش احنا يا كي ما يقولك عارفوا شكاين شمكاش خاصة رياض محرز لعاب لي معروف لي قادر اي فريق يروح له يروح يلعب فيه بها سمك بدون اشكال ولا أخير محرز لعاب كبير لعاب لي عنده القيمة تاعه لعاب لي نقوله باللي رياض محرز لعاب لي عنده القيمة تاعه رياض محرز يلعب في اعلى المستوى في البطولات الخمس الاوروبية حتى فرنسا داخلها مع خمس بطولات القوية ومعروف على باريس انجلما تمام محليا مسيطر بصح في اوروبا اشدنا عنده المكانة تاعه عنده السمعة تاعه عنده السمعة تاعه الذي نقوله رياض محرز حسب البيان سبور ورياض محرز حسب نفس المصدر فان باريس انجلما يريد ضم محرز لتعويض راحل نجمهم الاول وبنسبة كبيرة سيرحل محرز عن السيتي خاصة وان الفريق لن يخوذ منافسات اوروبية لموسمين متتليا بعد العقوبة الاتحاد الاوروبي لكورة القادم وخاصة وان نشوفه برياض محرز غير متحمس لذهب البيان سبور وان محرز بيان سبور وان نقول لك المفاوضات في تقدم كبير وان محرز غير متحمس حسب البيان سنجلما حسب بعض الاخبار وعلى المصادر وان لم يبدي رياض محرز تحمسه لخفض تجربة في الدور الفرنسي تحت الوان باري سنجلما حيث يريد استكمال مسيرته الكوراوية تحت الوان منشستر سيتي او انتقال الى فريق اخر في البريمي ليك خاصة حلم رياض محرز وهو بارشالون وكشف تقرير صحيفة انجليزية ان رياض محرز تعامل ببرودة مع العرض المحتمل قد يصله من فريق باري سنجلما خلال فترة انتقالية الصيفية خاصة ان هدفه الحالي هو الباقاء في الانجليز والدفاع عن الوان منشستر سيتي وحتى في حال قرار ادارة سيتي بيع عقد محرز فان هذا الاخير يفضل الباقاء في الانجليز خاصة انه تعود كثيرا عن نمط معيشي هناك بحب انه متواجد في هذا البلد منذ سنة 2013 وترغب ادارة نادي باري سنجلما الفرنسي في انتداب اللعاب الدولي قائد المنتخب الوطني جزائري رياض محرز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وتخطط ادارة نادي باري سنجلما لجلب محرز لتعويض راحل المحتمل للعاب تحال النجم الى رياض مادريد الاسباني في الصيف المقبل كما تستثمر ادارة نادي باري سنجلما في ضبابية التي تسود ساحة الفريق منشيستر سيتي بعد العقوبة القرية وحرمانها من خوض رابطة ابطال والدور الاوروبي في منسمين المقبلين حيث تدرك جيدا ان العديد اللعابين منشيستر سيتي من بينهم محرز سيد رونكونا النادي الانجليزي في الصيف المقبل او البقاء مقابل تضخيم الاجر ومنح وهو ما يشكل عبء على منزانية الفريق منشيستر سيتي استيناد الى ما ذكره الموقع كاتشو ميراكتو الايطالي في احداث تقرير له بهذا الشأن ويرتبط جناح رياض محرز مع ناديه منشيستر سيتي الانجليزي بعقب تنقضي مدته صيف 2023 بينما يفترض ان يلعب المهاجم نجم باري سانجرما الفرنسي حتى 30 من جواء 2022 وعلم ان النجم الفرنسي يحلم بحصد لقب رابطة ابطال اوروبا التتويج الذي عجز عنه تذوق حلوته مع باري سانجرما وبالتالي قد يغير الاجواء ويتنقل الى ريال مادريد صاحب الرقم القياسي في نيل كؤوس اوروبية الاول للانديا ثم ان التقني دين زيدان مدرب النادي مادريد متحمس كثيرا بيجلب هذا اللعاب النجم باري سانجرما والنجم فرنسا الى ريال مادريد يعني رياض محرز قال لك تلقى الخابر ببرودة نحن رياض محرز قال لك تلقى العيش واللعب في بطولة البريمي ليغ اقوى بطولة في العالم يعني يوالفها بدون حرج والف يرعب فيها ونحن ماذابينا عنده توتنهام عنده تشلسي عنده منشيستر يونايتد عنده أرسونار انه واحد من الناس الماذبية يقول في انجليز قالت على باري سانجرما بطولة فرنسية شعال فيها فيها باري سانجرما فيها مارسي ليون ساتي تيا هذا هما اكبر رحمك مااخد موش؟ هما عندهم واه نستعرفوا باللي المدارس الكراوية الفرنسية أقوى مدارس في العالم أقوى مدارس في العالم هذه معتراب بياه مش هي هذا موت كامل معتراب بياه بصا عشتي له الأندية تي وهم كوميرس هما عندهم كوميرس وما يبن لا يبيعو Bel relieving الأندية له كل ما ديarm وما يبيعو ببيعو عندهم الوفرة عندهم MNA عندهم لزيكولتيا وهم أحسن مدارس في العالم ونكشف عن تقرير صاحبة إنجليزية أن رياض محرز تعامل ببرودة مع العرف المحتمل قد يصل له وين تكلمت على يعني تكلمت حسب بيان بيان سبور فإن هناك مفاوضات متقدمة بين إدارة باري سن جنمى ومونشيستر سيتي في خصوص رياض محرز لو قلتوا عليه شكارة منشيستر سيتي تبيع 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 لو قلتوا عليه شكارات تبيع ما تقال رحشي خاتس تقول لك بللي أنا عامين ما عادش عامين أنا بزيب سوالحكين بزيب أمور يا لله ما إحنا ماذا بينا إن شاء الله بربي وإن ماذا بينا إن شاء الله نحن الحاجة اللي نتمنوها نتمنوه غير خير خاتش على إحنا نبغو كورة قادم نبغو المنتخب وطني جزائري يعني رياض محرز ماذا بينا يقعد في المستوى العالي وإننا نعرفوا بلي رياض محرز المستوى العالي نورمال يمشي مع المستوى العالي نورمال كورة الحديثة لعاب حديث لعاب تعيي يلعب كورة حديثة ماشي لعاب كورة من أجل اللعب وفاقات أو يعني نقولوا بلي إن شاء الله بربي يشوفوا هذه اللعابين خاصة اللعابين جزائريين وإن نتمنوه لهم إن شاء الله كل خير لأنه نحتاجهم في المسابقات كما يقول لك اللي ره جاي أصعب اللي ره جاي أصعب على ذيك لعابة وإن لازم كما يقول لك التغيير تعالى أندي يتاوحهم لازم يكون في محله خاتش علىه نحتاجوا أي لعاب نحتاجوا أي لعاب كل لعابين نتمنوهم يكونوا في المستوى في المستوى خاتش علىه إن شاء الله بربي هذين ينتمنوها إن شاء الله خاتش علىه رياض محرز أنا ماذا بي قوات في إنجليز ما أكذبش لكم والحلم تعرياض محرز باش يكون لعاب في البارسة بيا سبورت كلمة كيما هاك بس صح غير ربي لي داري كيما يقول لك ربي لي رعار شكاي وشمكاشي هذي يا وربي أخذكم وتحية الجزائر تابعتено لكم القناة تابعتنى لكم الزائد اشتركوا في القناة